حكاية الليلة ديال سونيا اللي كتعيش بالديار الأوروبية واللي تتغرمت بولد حمت جداها اللي كانت كتجي كلها صيف باش أنها تشوفو عين بعد لكن للأسف الذكش اللي غادي وقع من بعد كان صدمة وخلا باش أنها تاخد واحد قرار اللي هو أخير واللي بزز منها من أجل حفاظ على سلامتها النفسية سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميني كنتم للكم تكونوا بيخالوا لأخير وموركم هني أحوالكم طيبة اللي مؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد أينما كنتم كوزينة البالقون الدار خارجين كنتمشاوا في طموبيلاتكم في الخدمات ديالكم في الصالونات ديالكم في ما كنتم كنقول لكم أدام الله عليكم الصحة والسلامة والعافية إن شاء الله يا مولانا يا كريم قبل ما أبدو في حلقة الليلة ما تنسوش أنكم تهبطوا لتحت 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 لزير الإعجاب واتفعلوا مع القصة هذا مكان بشهد المحتوى يطلع عند الناس أحد أخرين ويستفدوا منه أكثر فاخني ما تطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا سونيا أنا طفلتي عشتها كأي بنت مغربية كنا عايشين في المغرب مع ماما وأخوتي الأسرة ديالي كانت فقيرة ما عندهاش لأنه والدية ما خداميش عشنا ضغوطات وبزاف ديال الأمور المهم أنا كنت بقى صغيرة ما حسيتش بدوك التفاصيل ديال حياتنا أهمي الكبير كان هو اللعب وجرة أنا ذاك ناساكنين في الدار ديال الكرة وديك الدار عايشوا فيها جدودي ومن بعد خلاوها الباب اللي بقى عايش فيها واخوته تزوجو خلاوها ليه بابا فاش تزوج بقى ساكل فيها ومكلف بالكرة ديالها حتى تولدنا وبدينا كان كبرو تماما تل واحد النهار جمووا الدار دق على بابا وقال لي هراه صافي خاصكم تخويوا الدار حياتش المحكامة حكمات باش أنكم تخويوا الإفراخ وماما دخلت في كتئة بحد حياتش بابا ما عندوش باش أنه يكري دارو حد أخرى وكالكرة أنا ذاك غالي عيوا ما يقلبوا ودخلوا في واحد الضغط لي كان كبير بزاف حتى الواحد النهار جا جدي عندنا اللي هو وبات ماما وقال ليها شوف يا بنتي هات الدار ما غاديش تخرجوا منها كيفاش ما غاديش نخرجوا منها بابا شوفي أنا قلت لك يا بنتي ما غاديش تخرجي منها كيفاش ما كيفاش ما كيفاش هات الدار ما غاديش وفهمت من هذه الحلمة لانتي ولوليداتك ما خرجيش منها ماما بقى صغير كتشوفيه وما دات ما جا في ذاك الكلام أنا ذاك أنا كنت مازال بقى صغيرة غير ماما اللي كانت كتعود لي ومن بعد غادي تدوز بالطبط يومين وجاس واحد تشجارة وقدس كتدق على ماما وقالت لها اودي افلانة رهما غاديش تخرجي منها الدار علش معلش ماما بقى صغير كتشوفيها كيفاش ما كيفاش غادي تقول لها ذاك الشجارة اراه ماما الدار اللي تقى عليكم ذاك النهار ارا توفى ماما تتضمات وقالت لها اراها هادي غادي تبقى دابا الدار نتاع الوارثة حيزاش ماما الدار عنده وليدات بزاف وبقىت كتعود لها ماما ترفعات بقىت غير كتشوف فيها وكتقول سبحان الله هي كانت غير كتبكي وبقى كان غير كي يخمم فين انهم يقدروا لقاوش دار وفي الاخير ربي قداليه من عنده ابا انا ذاك قرر باش انه يمشي حرق الخارج وماما كانت تعلمات الخياطة كانت خدامة بها كانت كتخيط غير من الدار كانت كتخيط الصوف والتشهرات انا ذاك في مدينة ديالنا والتي دارنا دي مع مرة بالنساء كانت ماما كتخرج شي حويجات لي كانوا فنين كانت مبضعة كنا عايشين بحال هكاك ابا كان مرة مرة كي يصفت لينا فابقينا مع بعضنا لمدة خمس سنين من بعد با غادي طلع لنا رورق وغادي نطلعوا لديك الدولة الاوروبية واخيرا ماما فرحانة وبيفتح لنا البيبان فعلا نهار جينا تحسنات لحالة ديالنا ولله الحمد واللينا حسن من كنا في المغرب وبزاف دار زوانا با كان نخدم زيان وكنا الحمد لله وخانا ذاك مازال كان جاتني الغربة الصعيبة بزاف وبقيت شهر وانا كامكي على العائلة ديالي وجداتي وصحابتي في المغرب والأجواء حيث كل شيء تبتل عليها هنا ما كانش عندي الحق انا نخرج للشاريع نلعب وكل شيء كان مختلف على ذاك الشيء اللي كنت عاشت في المغرب ولكن وراهم ذاك الشيء ولفت وتعلمت اللغة والتي عندي مطلقة كل صيف كنا تنهى بطول المغرب وكان مشو عند جداتي كان طلوع عليها وكانت فينا طبيعة انا وابنت خالتي كان بقى في شاريع كبير مناش كيدوزون الناس ووقت ما قلست فيه كنت كنشوف واحد شاب زوين بزاف جمال اللي ما يمكنش تنقول مستحيل يكون هاد خينا عايش هنا زوين بزاف لا في المشيدياله لا في حويجاته صبح الله حتى في خلقته كانت يدوز من تمه وماشي غير انا اللي كنت ندخه ولكن قاع البنات اللي كنا كنت لقوا بهم وابنات خالتي كان بقوا غير كنشوفه فيه اللي غادي يعجبني كثير في هاد السيد انه مكانش بحل اخرين انه يبقى كيشوف الليبنات ولا يبقى ينجع لهم لا كان مختلف تماما على اللي كنت كتشوف عينيه دي ما كانت عينيه في الارض ودكشي اللي كان عاجبني فيه بزاف انا نذاك كان في عمري 12 العام يعني بقى صغيرة وكنت نقول مستحيل حتى انه يشوف فيها انه نذاك ما عطيش للعين وقاصر وكنت نقول بينبي انه سيكون عنده شيء خاليله اللي هي كبيره وبعقلها ومشي برهوشه بحالي بقيت بحال هكاك كل صيف كان ماشي للمغرب وتنقول يربي انتلقى به او لا يربي نشوف هاد السيد وش حال ما كبرت كان زيد كانت تعلق به واخاك نشوفه غير دايز نقدر نقول لكم كنت نشوفه ثلاثة متع المرات في العام وعمرني مدرشي محاولة دي الانان مثلا نمشي نشوف في انتيس كان ولا نهضر معاه مفيش هاد طبيعة مجرد عجبني وصافي ونسيت الموضوع كان باين بلي انه ساكن حدا جدا ولكن عمرني مدرشي محاولة انني نسول عليه او لا نسول شي حد عليه واحد المرة وان عندي 15 سنة كنت في المدينة كانت تارا انا وابنة خالاتي شوية بازهوا وصحابه وقال ابنة خالتي اروا ذاك خينة في مدينة شوفي 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 واحد شوية ذاك صاحبه شافني وحجبته جال عندي مباشرة تيقول لي اعطيني النمرة بقيت نقول يا ربي الاخر اللي يدوي يا ربي راني بغيت الاخر ولكن مدوش بقى غير شي يشوفه ومعطي شووش النمرة لان هنا الغارات ديلي في الاخر ومشي في هاداك تفقست ديك الليلة ومشيت للدار وبدأت كان نبكي وكان قول ليش ماشي هو اللي يدوي معي والطم الكبرى انني اتعلقت به وما كان عارفوش من بعد عامين جيت المغرب وانا ذاك مبقيتش كنشوفه حتى العاملين بعده مشيت المغرب ومع نفس بنت خالتي كنا ديما كان نشط مع بعضياتنا وكان نخرجه حتى الاخر نهار اللي يتم في ديك اللي مدينة غادي نلمشي لبحر انا والعائلة تبحرنا ومع ذاك تتبعدي اللي اشياء ارجعنا للدار انا ذاك بنت خالتي كانت مريضة كان نقول لها عفك يا الله نخرجه اوي لي يا سونيا واش انت حماقيتي عاجينا من البحر وانا راني عييت بقيت كان طلب فيها وكان قول لها انا خاصني نودع المغرب وخاصني ضروري ان انا نديروش دويرة قبل ما امشي في حالي وبما ان شعري كان مبوك لانا ذاك وقلت لها غادي نمشي لكوافورة اليوم انسرح شعري صافي واخا يلا نمشي مشينا عند كوافورة وقاتلنا غير سمحولي انا غادي نسدابة بنت خالتي بقيت قد قوليا صافي نديرو بالنقص ما كهلاش وانا كنت مصرر انني نجيب ديك الدويرة مشينا لكوافورة واحد اخرى وقاتلنا تسناو حتى يسالي الناس اللي قبل منكم قلت بنت خالتي قلت لها اللي عفك يلا نمشوه را خدي نتعطله وابا غادي ندبز معي قلت لها شوفي شوفي ما تخافيش اليوم غادي نمشوه مع جدتي لانه وهي ما عندها مشكلة وخاني تتعطلنا الموقع دينا شحرنا وخرجنا وبقينا كندوره طلعنا في واحد الشريح وها هو تيبالينا هذا الشاب اهبط مع صحابه من بعد عامين ديال الغبرة غير شفته وضعت عند بنت خالتي وانا قلت لها اراه هذا المعلوم قلت لعفك يلا نتبعوه واذا انت حمقه واذا انت منيت كاسونيا شو غادي تدور وقلت لياه ويلي ويلي راحته موقفه لا لا ما يمكنش عفشي شنو غادي ندروا بحيلة غادي من هذك الدرب وغادي نشوفوه شو هو اللي غادي نتبعنا غير احنا غادي نتبعنا وغادي وقفني ويقول لي اسمحي لي قلت عنده وانا كل مزنقة يا ربي واشانا تنحلم قال لي اسمحي لي يا راني عرفتك وما عرفتش فين ذلك الدخل اللي دار معي عجباتني بزاف ليس يبعدوا كل اخرين يجيوك ويقول لي يا عطينا نمرتك ركي عجبت هنا هو عرف كيف يدخلني في الهضرة انا رقتها فرصة وقلت له اهه انا اتنا عرفك قال لي يا اياك فين ها فين كنت كنت نشوفك وها فين قال لي اه انا راني تنسكن في ذلك البلاصة الفلانية واصلي ارى ماشي من هنا رب اللي اصده هنا تقري واجينا معاه انا ندك عجبني الحال وفي نفس الوقت كان بقى في الحال لان اولا غدلي كنت اخذها في حالي غدي يقول لي يا واش ممكن نعرفك النمره ديلك اهه صرت عليه ومشى في حاله وقيت كان قول بنت خالتي صافرة يمشى ما بقيتش غدي نشوفه بغيت نضير بالفرحة تنقول ما يمكنش انا الحلم ديالي ديو ما تحققه كنت نحلم به وتنقول مستحيل اصلا ان اوش نهار غدي نتهاضره ودبجة هو شخصيا لعندي اطلب مني نمرتي اصفت لي ميساج قال لي واش نتلقوا في شي قهوة وعجبتني حتى الهضره وكان مرزان واحد الانسان اللي قال مواصفة اللي اتمنى اي بنت اتلقاهم فيه ذلك الساعة قلت ليها لغدلي انا بني انا غدا في حالي بقى في الحال ويقول لي واعلى اظهر عندي كيف اش دبا غدا غدي تمشي انتيا في حالك قلت لي واهد شي اللي مكتب اخوي السياد اللي بدك يصفت لي في الميساجات ويقول لي ما يمكنش هاد الاحساس اللي انا حاس به عافك واش قبلي تزوجي بي وايلي وشناد خينا كنت منه غير يشوفي ودبت غياء والتي طلب مني الزواج بقى علي انا بغيتك انا تنحمق عليك منعسناش ديك الليلة قال لي انا انا طبيعتي انا مكتب قش غير كنت تترى في المدينة ولكن سبحان الله اهد النهار قلست وحسيت بشي حاجة وقلت لصحابي يالله اليوم ديروشي دويرة راني حاسب لي انه هاد الليلة سنتلقى بأسيدة اللي سنتوج بها قال لي ارى هكا قلتها الصحاب قال لي ارى هكا قلتها الصحابي علما انني عمرني مخرج هذا الكلام من فمي المهم لقد قلت لصباح مشيت في حالي بكيت وبقى فيها الحال وصلت وكنت خيفانة تقول بين هاد السيدة مين كانش هاد شي شافني في الليلة وبغي يبقى معي في تواصل ولكن بالعكس بقينا في تواصل واللي عجبني في انا وكنت يحترمني وكنت ينصحني في الدين وحتى في الاخلاق ديالو كان مزيان وبقينا ذاك العام على تواصل حتى جاء الصيف وهو بطل المغرب وكان ناوي انه يخطبني لكن وقع لي مشكل مع العائلة ديالو وما قدروش يخطبوني الامور الشخصية ديالهم هما ارجعت في حالي الاوروبا وانا ذاك ابنت خالته سقوا الخبار حيزاش كانوا يبغيه بزاف ولكن هو كان عطيه امتساع فشو ما سقوا هاد الخبار باللي انا معاه عيه وما يضوروا بيه ويعمروا لي راسي ويتدخلوا ما بينتنا باش نتفرقوا ولكن عمرهم ما نجحوا ولكن هو شفته بدك يتغير عليها ماشي من ناحية الحب ولكن ارجع السيد كي يدابس بزاف ومغير واحد درجة مرضية انتع لا مغاديش تخرجي وما زال مدير نحنا نتاشي حاجة اي حاجة خاص يشوف فيها تليفوني واحد الغيرة اللي مرضاتني انا ما شكرش لكم صراحة نراسي ولكن حتى انا ربيع طاني حقي في الزين وانهار حتى نخرج معه في الشريع بزاف اللي تبقى تيلوح شفافية ولا تيلوح ليشي كلمة وصراحة ما معرفش هو الشهد اللي خلال انه يغير المهم ولا عصابي واذا ما جاوبتش في التليفون في الوقت دياله تقولي يراكي كي تضري مع شي حد بقا كان عقل واحد الليلة وما كانش عندي كيفاش انا نتكلم معه وهو جبله الله بلي انني خرجت من الدار ومشيت مع شي حدي لما اخره عيشت معها صراحة ضغوطات بزاف وتي قولي يلا ما تخرجيش وعائلتي كانت انا ذاك كلها كتخرج وانا تنبقى في الدار فاش تنسوه ليشي يقولي ايه وانا معك واذا بغيت نخرج خاصه حتي يشوف شنو لابسه وانا كيف ديره مردني ذاك شي مع ما كنش عايشة بحلاكك من قبل فبقيت شدة فيه حيزا كنت باغعه وانا تنبقى هذه العلاقة مستمرة ايه فاش كيكون بخير لا نقول لكم شو يدير على قبلي وكيفاش يدوي المعامله والطيبوبة دياله ومن بعد فاش يجيه تكشي يقولي ايه اره ماشي الخاطري ما اعرفش على الشي وقع لي بحلاه غير صبري معي ووقفي معي المهم مردك شي جا صيف واختبني فيه ولكن فاش يخطب لا نقول لكم التحكسات اللي وقعوا في الاول واش طبيعيا ولا لا الله اعلم فهذا المهم غادي نديروا العقد ودرنا واحد للحفلة اللي كانت كبيرة ودرنا الشهرة وفرحنا وكل شي داز بخير ولكن السيد باقي في ذاك الشكل والوسواس وبقيت نقول ايمكن حتي يجي لعندي ويسكن معي عاد غادي تبتل وحيد هاد العادة انا داك انا ما كنش خدامة ماما اللي كانت خدامة والتكلفات باش هو اللي يجي عندي نهار غادي يجي مكانش عنده فلوس انا داك باش يكره هنا يا ونعيشو فغادي يجي لدارنا اللي كانت كبيرة قالوا لي يا وليدية اسمعها سونيا داك البيت رغير خاوي خودوه ديروا فيه ما بغيتو بذن ما يخدم رجلك ودك الساعة خرجوه او اللي شراء وديروا اللي يعجبكم سنسكنوا مع وليدية وكل شي كان مزيان وبابا خدام وماما كذلك والدار اصلا كتبقى نهار كامل خاوية وليدية ما يجيو حتى الليل وحتى هو بدأ يخدم والامور كانت غادي مزيانة وداز عام وهبط سنوية في الصفر المغرب كنا كنا نبغيب بعضياتنا ومرة مرة كانت يجيب لي هدية ووقت ما خرج من الخدمة كانت يخرجني دارني كل شي في حياته وتيشارك معي قاعة الاسرار دياله ولكن وسط الشي كله الوسواس كان باقي فيه واخا خرج من المغرب وهذا المرة ماشي بالتليفون حيث جال عندي كيف وكتلكم يسكن معي فشكلنا تنخرجو الزنقة تبدأت يقول لي واذا شاهدت في تلك الموبيل واذا غير سمعت شي صداع ودرت يقول لي علش درتي واذا غير جات عيني في شي حد علش شاهدت في ذلك الشخص انتي يمكنك تعرفيه صراحة انتان عياما يقولي واذا انا غادي نشوف الراجل حداك واذا غادي بلية شراج الحداك را ما يمكنش تانعياما نشرح لي ولكن تانوت الصداع وتيكبره وكي بدك يقول لي انا ده بغادي نجمح ويجي وانتي ماشي مخلقة وبقى ما زال بغا تعيشي الحرية وكي يعيرني وكان صبر وانا عمرني ما طلعت عليه الصوت من بعد كانت صالحه وكي يعود كي يرجع مزيان غير هو تنضي شي مشكل تبدأ كي يغوت وكي وصل هذا الشي العائلة انا من طبيعتي اذا وقعت شي حاجة ما تعجبني كل شي يسيق له الخبار ولكن هو كانت يبغي انهم الناس يسيقوا له الخبار كي يمشي عند راجل اختي ويقول لها راه هاد المرأة سونيا غادي نطلقها سبحان الله ديما في المطلق وانا كان ممرضني بهذه الحالة ديما تيجي وليديها ويقول لهم انا صافي غادي نطلقها اراها كثرة تلهدرة والتعادية الزوجة في ديننا خاصة هتكون وراها رب يذكر غادي البصر وتخيلوا معي بلي انا وحتى شي حاجة من هذا الشي ما كان اقسم بالله وربي اللي علم بيا بلي انا انسانة وفية بزاف ماشي غير معاه هو اللي راجلي ولكن احتى مع اخوتي ووليدي وحتى مع صحاباتي وفيها تقنيب الضمير ما نقدرش نخون شي حد هو ديما كانت يفكر علي العكس وفيه الوسواس وانا ما بغيش حتى ناخد شي قرار ليهو اخير عاد يعرف القيمة ديالي انسيت ما قلت لكم في هذه القصة باللي انا انسانة كتأمن بالسحر ولكن ماشي بطريقة هي السيرية اي حاجة وقعات نسبيها فيها هو اللي تنفكر بالمنطقة ديالي وتنحلل ديك القاضية واذا ارقيتها غير طبيعية لانه ببساطة انا كبرت بحال هكا السحر عمرني ما كنت عارفه شنو هو ولا سمعت شي حد من عائلتي مشلش يفقيه خصوصا فاش كبرت هنا مع القوار ما كنت عارفه هاد العالم فقاش غادي نعرف السحر حتى تعرفت على راجلي اللي هو اللي بدتي يقول لي يا راها كين سحور وراكين واحد الناس من عائلته تأذيونه بالسحر اهنا فين انا بدت ندخله الدماغ وكان عارفه عائلته فعلا تأمنوا بزاف بادش وعندهم اي حاجة تعكسات لهم راها بسبب هاد الموضوع ولكن انا فاش راجلي تيقول لي ما كنت عمارش به راسي عائلتي يبدو تيقول لي اللي انا وراجلك راها بزاف ولك يخرج تلق على فمه وكي يجيب في الشهود للدرجة مش تيجيب رجال صحابه وتيقول لي هم شاهدوا معايا حيث هاد المره انا غاد ينطلقها تيبدوك يشوهني وتيبقى صراحة في الحال وتمقاك نقول مع راسي اعلاش فلا انت يدير لي بحلاكة من انت يرجع عندي تيبقى يقول لي لا را ماشي الخاطر يا سونيا عافك لان ما اسمحي لي را تان بغيك را فاش كنكون مع الصب خاصك تفهميني وانت را كيك عاد تعرفيني انا سبقاة نقول صافرة عنده الحق وكان عاود كان نرجع ندوي معاه وكانكمل معاه في الاغلاط ولكن ما كانوش اغلاط صراحة اللي تستحق الطلاق غادي نحمل معاه زوج ديال المرات اولدت وبقى شد في السرامة ديالو وانا غير زيدة في الصبر غادي تجي كورونا ومهبطناش للمغرب من بعدها كان مسموح انا نمشه للمغرب غير في الطيارة وهو عنده فوبيا منها فابقنا كانت سنو حتى غادي حلو الحدود وعاود ما قدرناش نهبط المغرب حي لاش بنتي غادي تزاد انا ذاك بنتي التانية وما زال ما قدرناش لها الوريقات دولها السيد بقاتي يقول لي وانا نمشه للمغرب وانا نمشه للمغرب وانا نمشه لنا السحر الى ماء اخره اش كتقول لي هذا الراجل اش من السحر ارى ما مشينات حجه هاش موقع و هاش مسبب و هاش مسبب وحواج ليهما منطقيين المهم انا ما اعرفش منين هو جبهة الشي ولكن لي في علمي انه عنده واحد خطو كبيرة ومزوجة اللي كتتامن بشدة بالسحر وكتقول بانا وعائلة راجلها ادوها بالسحر وهي كانت ديمة على تواصل مع راجلي في التليفون ما كنش عارف شنو كتقول ليه وابقى كتبتت معي انا ذاك كنت يقول لي هادشي رهم ماشي عادي علش هادتعكوسات انا ما ديتم اجبت في ذاك الوقت واختشت ربي سهل علينا ومشينا المغرب وكنت نقول ليه باللي انه انا راني حاسة باللي انه اربي ما عكس لنا هاد المجيه الا ما فيهاش الخير ازع مقبل ما نجيه تبقى يقول لي لا شو كتقول لي انا راي عندي وليديات ميلة ماء اخرى المهم فاش مشينا وجينا عند خطو هي كانت عندها واحد صاحب تالي كانت عرافة كتبت لك شدية لدوني جات خطوها معاديك المرأة وقال ليه اجد تشوف لك هاد المرأة راي كتدير الدواء غاديتها ضرب هاد طريقة تماما انا ما فهمش لي انه العالم غريب عليها واختو برصها فاش كانت كتدو معي كانت تقول لي هادشي حرام ما اختي سونيا وراب نادم خصو يعرف باش بقى يدير لحسيات راي هاد المرأة كتدير هادشو المهم ديك السيدة دارت ليه لدوني وقالت لي بلينتا اراه داروا ليك التوكل وداروا ليك السحر السيدة ما خلت ما قلت ليه سفرنا البلطة واحد اخرى وبدأ كيبالي السيد كيت بدلع ليه بمعنى انه تدير شي معاملات انت عماشي الشخص اللي اتعرفت عليها اول مرة ولا حتى دوك العميين اللي اولين نهار جعلنا في حالنا تما فين غادي بدأ كل شيء المهم طلعنا من المغرب وجينا للدار انت عوالي ديك حيث شبخينا ساكنين معاهم لمدة خمس سنين وكننا دايرين على اساس انه انصبروا يدمج معنا البركة دينا باش انا نشره لانه الكرى غالي المهم فاجرينة والتي يقولي هاد الماكلة شكون وجدها او لا شنو هادشو هادشو في الماكلة بحال ما تلقى شي زنجلان شي زريح الكتان كيبري يشك فيها او اصلا موسوس وزاد دخلو لي الوسوس اكثر تنشوفو تيدخل البيت وتيبدأ كيقلب بحيلة بغير قغير شي دليل وتنقول يا ربي مالو هاد خينا ولا بحال هكا كنت كان خاف انا نسولو ويقول لي ركنت اللي يكدر لي شي حاجة انا مقادراش نستحمل هاد الكلمة حي تعرفت غادي نسمعها رجع انسان بواصفات لي ما كان حملهو مش واذا جاب الله جرأت وسولته تيقول لي لما تضرش معايا صافي عافك خليني غادي تطور القضية ما بينتنا وغادي يقول لي فاشكي خرج من الخدمة يجي يقول لي ارا اختي دوت معايا وقالت لي بللي انهو ارى يقالت ليها ذيك العرفة اراها امك بزع ما امت مرتك قدرت ليك سحور في الماكلة باش انكم ما تخرجوش من ذيك الدار حيث اش سيدة بغات بنتها تبقى معاها اوي ليش هاد المصيبة تنبقى علي غنع الشيطان ما يهديك ايه هاد السيدر هاد شي ما منوش ولا ما يبقىش يبغيبات في الدار ويقول لي انا ما نجيش تماما ومك اذاتني وفعلت لي حتى ما تكونش انا ذيك الساعة بديت كان بحثة وكنشوف علماء انتا عددين شنو يقولوا في هذا الامر والخيث باللي انا هو خغير بالضحك ما خسكوش تأمنوا بهذا الشي حيث اراه شيرك وانا اصلا الام ديري ما كتأمنوا حتى بالسحر فكيفاش غادي تسحر ليه وكيفاش غادي تستوع بهذا الشي اللي هوتي يقول عليها ايه كتقيل تقول لي اجمعي فلوسك وبركة ما تضيعي وخبي بشري وداركم صراحة انا مرت وطحت في اكتئاب من أننا لم يكن انشوفه بينا في الصورة في الأول وخبيب عيني ومشي بخاطري توقف عليها قلبه يتعرض يخرج من البلاسته ويبعد عليها تنحس بالراحة وكانت توحشه وكنه ان يوقف لايشي فيه التشعراء سيقوم بالقيب مع اخته كيف ازالي فيها اخويا وانا سنخاف عليه ولا يتلقى لغة الدولة وانا لم يكن معك سيتأتقى ذلك لا يمكن أن تكون هذه الأخت تبغي أخوها وتعطيها نفسها أنها تضمر زواجه وتفرقه على أوليداته حيث بالصحك وكانت خايفة على أخوها كانت تدق الباب بنتها عربي وادعي معاه وربي غادي به الحقيقة لن تخلق الفتنة كبيرة واللي كانت صعيبة عليها لدرجة أنه وكنت كانت فكر أنا ذاك في الانتحار وكان مشي كانت نصلي وكانت دعي وكانت بك وكانت طلب الله يفرجها ربما الطريقة باش نعود لكم وللأحداث اللي عودت لكم يقدر يجيكم الأمر اللي هو سهل ولكن دادع لي واحد العذاب اللي عمرني ما نساه وعشت في ضغوطات اللي كانت تكبر مني وما قدرش نتحملها واحد من النهار غادي صلي الفجر ودع الله أنه يبيه الليل حقيقة ونعس من بعض غادي حلم باللي أنه هو ماما السجدة وهوتي يسوه لها في الحلم وجدرت لي السحرة فلانا وكانت جاوبه أرى ندرت لك التوكال باش ما تخرش منها الدار واشانا جبت تكمل المغربة فلان باش جيت تاخد ليها بنتي وفي الأخير قالت له عافك هذا شي ما بغيتش ابنتي سونية تعرفه وقال لي وانا نفق من نعس قال لي انا راني ما قديتش انا من هالك الرؤية ما تليش باغي نتلقى بمك الرجل اللي كيبعد واذا شاف ماما غير من بعيد كيمشي واذا ماما في الدار ما تيدخلش لها واذا واذا هي خاصة غير شي حاجة تيقول لها ماشي شغلي انا ما نقدرش قال لي عافتي شنو يا سونية انا غادي نخليليك الوقت وربي غادي بيليك كل شي فاش قال لي هاد الهضرة بجي تكون صلي وكان دعي يا ربي اذا ماما كانت ضلمة قرينا يفعل علامات واذا اللي راجلي ظلم ورني فيه العلامات واختب لوكتها ومع ذلك بقى تتواصل كالدخل لي الوسوس انا بعد ما دعيت الله اقسم بالله اذا ماما اقع لها حوجة سوينين اللي عمرهم وقع لها من قبل جا تعوض من الشركة على واحد المشكل اللي كان فيها ووجاتها فرصة عمل في احسن شركة اما وبخلصة اللي عمرها محلمات بها وسويع اللي كان اقلال ماما غادي تفتح لها بزاف ديال البيبان في حياتها وكل شي كي تيصر لها اللي تنقول اليوم سبحان الله لو كان كانت فعلا ظلمة ربي ما غديش يسهل عليها ماما ما كانش في خبارها للأسف هادش ديال الراجلي والوسوس دياله معاها وشنو كانت يقول ما قدرش نجرحها اما راجلي ما ننهر ليد الماما الخدمة اللي تيشد ما تيكملش فيها ويا اما كيجو الغرامات يا اما ما كيتفاهمش معاهم وفلوسو عمرهم ما كيشدهم وكيدلهم في بلاست ما كيسخنوا في بلاستهم في الجيب السيد غادي يدخل في كآبة تنقول لي فلان ربما هادش بسبب ذك الظلم اللي يحطتي على ماما تيبقي يقول لي لا انا راح حلمت صافي ما تقول لي لي تحاجة ما خليت معا من تواصلت مع علماء اللي هما كبار حيش كنت غادي نحماق بدك شي اللي توقع معاه لدرجة انه غادي نتكلم مع دكتور نابولسي وقيت لي عافك هضر معاه قال لي را ما يمكنش هولدي تكون مؤكد فقط حيش حلمتي والرؤية رادي ما كتجيب صورة لي مزيانة لكن باك بها مولانا ولكن ماشي بهذه الطريقة والو تيقول ليك لا انا اللي عارف وانا اللي شفت وانا اللي متأكد قلت عارسي شنو اجي ندير حاجة واحد اخرى واحد النهار تواصلت مع واحد المفسر ديال احلام لي هو خليجي معروف تيك توك وتيضر حتى دينيا وقلت له راجلي هكي حكي لي الرؤية ديالك تواصل معاه وانا احداه وقال لي هشنو حلمت ذاك المفسر قال ليه اقسم بالله حتى هذا الرؤية من الشيطان قال لي راو واضحة بزاف من الشيطان اولا الرؤية ما عمرها ما كتجيب هذا الوضوح وتانيا ما يمكنش ربي يوريك رؤية بحال هذه بدون دليل اللي غادي يتفق انت من عاس وتمشي لدك الدليل مباشرة را ما يمكنش وتالتا ربي ما يقدرش يقول لك ما تقولهاش الفلانة واش ربي تيلعب هنا استغفرت الله العظيم ربي ضعتك رؤية كتكون فيها حكمة وكتكون فيها الأنغاز ماشي بهذا التخربقة يعني ربي ما يمكنش يخلق الفتنة ما بيناتكم كن متأكد من هاد الكلام اللي غادي يقول لك باللي انا وهاد شي اللي بينكم بينك انت ومرتك راسي حر تفريقة الشيطان لقاك اصلا بلي انت موسوس وزادلك فيه شرح ليه كل شي دينيا ودنيا ولكن راجلي ما بغى شي تاق ومرتني وزدت غرقت في الكآبة ديالي وغيرتان بكي وتنشوف ما ما كتبقى فيها ما عارفاش شنو واقع من مراها مسكينة كنت 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 نقلب فساكها بلا خبرها ما كان القاوالو لا فيه ولا في تليفونها وكن كنت دايلها شي حاجة ما كانش أصلا تخلينا نقرب من حويجها ما خليت ما درت وما لقيت حتى شي دليل بالعكس كنت نشوف غير العلامات الزوينة وهو فيه العلامات اللي هما خيبين مهم بختصر مفيد بزرد الأحداث فش المشكل طويل وبدأك يمشي عند الدراج الختيوتي يقول لي رم هادرت لي السحور وانا اصلا عائلتي لم تتأمن بها تبقى خوارتي يضحكوا عليه ويقولون لي دراجلك راح حماق نصحيه يمشي عند الشرطبي بنفساني حيجاش اصلا ما كي امنوش بشي حاجة اسميت السحر ولا الرقيق مما فاشتاقت الخبار بالتهمة اللي كي نسب ليها تصدمت وهنا فين انا قررت انا نوقف مع العلاقة وده كل شي دياله ومشا في حاله عائلتي مع الفكرة انه انتع نتفرقوا لانهم شايفين حالتي فش هوتي يكون معايا كيف تنولي هو غادي من بعد يطلبني باش انا ويرجع معايا وبالشرط اناني نمشي ونخرج ونكريو على برا ولكن بقي مآمن من اللي انه ماما دارت لينا او لا دارت لي اشي حاجة ولكن انا ما قادراش انا نرجع معاه وفي خوف داخلي اللي هو كبير تنقول احسن نبقى وبعاد حيث انا ما تليتش قد نستحمل والتوليداتي مزيين يبقوا في العلاقة اللي بحالها كبعيدة ما يحضروش النقاشات ديالنا والمرض دياله باش ما يكبروش بعقد حيث اهانا مشيت وسكنت قاعمها تقدر غضامها ما تجيل عندي ويطراشي مشكيل ويعود يتهمها من جديد مدام ما زل هو مآمن باللي انه هي مولاة الفعلة انا اليوم خاصني ان اخد قرار واش نكمل معاه ولا نحبس معاه كنتمنى انكم تخليوا اياه الاراء ديولكم وهذه هي حكايتي وهذه هي كانت حكاية سونيا يا سادة يا كيرا في الحلقة ديال اليوم ديما كان اضرب بزاف ما غادي نقول حتى شي حاجة الرأي ديالي غادي نخلي لها بني وبنا ولكن كان نظن باللي انه الجواب واضح المهم عافكم هي هاد الحكاية ذاتها باش تخليوا لها الاراء ديولكم تعاونها في الاختيار دياله شو تقدر دياله كلمة اللي غادي نقول لها تبع قلبك لا تبع عقلك بالمنطق او لا تبع قلبك بالمنطق ديال عقلك اعفكم ما تنسو هاشم التعليق ديولكم ورأي ديولكم دومتوا في رعاية الله وحفظي تقو بعتقدة ان شاء الله سلام سلام